إذن متابعين الكرام أريد أن نوافقكم بآخر المتجدات فيما يتعلق بقضية فريق نادات بركان في حضيرات الجزائر وتدخل الكاف الذي كان يوم أمس إذ أخبرت لكم في دراليا الإفريقية لكرة القدم الكاف على أن الاشتماع التقني ما بين الفريق دل حضيرات الجزائر والفريق المغربي بحضور الكاف لا يمكن أن يتم بدون وجود الأقنصة دل الفريق المغربي أخبرت لكم في دراليا الإفريقية لكرة القدم مسؤولي اتحاد العاصمة أن نعقاد الاشتماع التقني زوال يوم السبت رهين بتوصل نادات بركان بأقنصته من الجمارك التي قامت باحتجازها أمس الجمعة بمطار هواري بومنديان بوخار روبا وكشف مصدر مسؤول أن مندوب الكاف أطلع مسؤولي اتحاد العاصمة على لوائح الكاف بهذا الخصوص وحينما نتحدث عن لوائح الكاف نتحدث عن قوانين الكاف إذ يستحيل إنعقاد الاشتماع التقني دون عرض الأقنصة أمام الحاضرين هذه مسألة ما تكون في الاشتماعات التقنية ديال الكونفيدرال الإفريقية ومش فقط في الكونفيدرال الإفريقية وإنما كل الاتحادات العالمية ديالكرة القدم قبل المباراة يكون هناك الشماء التقني ما بين الفريقين وقبل المباراة بأسابيع يكون كذلك الشماء التحضيري الاشتماع التحضيري داز عرضوا فيها الأقنصة الآن كان الشماء التقني قبل المباراة فبالتالي يجب عرض الأقنصة وإذا لم يكن القميس الفريقين حاضر فبالتالي هنا مربط الفارس وهنا نظام حضرات الجزائر تورط مع الكاف لأن كل منع القميس نهضة بركان لأنه لا يكون حاضر في الاشتماع التقني نظام حضرات الجزائر وليمحتاج للأقنصة في المطار إذن وكشف مصدر مسؤول أن منذوب الكاف أطلع مسؤولي اتحاد العاصمة على لوائح الكاف بها الخصوص إذ يستحلون عقاد الاشتماع التقني دون عرض الأقنصة أمام الحاضرين وأوضح المصدر ذاته أنه في حال عدم عقاد الاشتماع التقني فإن هذا يعني إلغاء المباراة التي تدخل ضمن منافسات دهب نصف نهاية كاس الكاف وذلك في انتظار الحسم اتحاد إفريقية لكرة القدم في مصيرها وطلبت الكنفيدرال الإفريقية لكرة القدم أمس الجمعة من فريق نهادة سبركان مغادرة مطار بوخربة على أساس توصلهم بأقنصتهم يوم السبت هم قالوا لهم صباح السبت وحتى هذه الساعة لم يتوصلوا بالأقنصة ديالهم يعني الكاف وعدات الفريق المغربي أنه صباح السبت ستسلمون أقنصة ديالهم حتى هذه الساعة لم تسلمش ورفضت السلطات دي الحاضرة الجزائر السماحة لفريق نهادة سبركان بإدخال أقنصتها التي تحمل خريطة المغرب إلى بلادهم إذ شرطوا إخفاءها للترخيص لهم بذلك وهو ما رفض سلطة باية الحال أو رفضه الإدارة ديال فريق نهادة سبركان إذا منتبعنا الكلام هذه هي آخر المسجدات وعنا من الصباح أنه كان سنوء يخرجوا الأخبار حاليا هاتشيليكين الاجتماع التقني لا أظن على أنه سوف يتم فيه في يعني مواصلة التعنص ديال نظام حضرات الجزائر حز الأقنصة ديال فريق نهادة سبركان الأقنصة التي هي مصادقة عليها من طرف الاتحاد الإفريقي لكورة القدم يعني داخلها ضمن النظام لكثم نظام السيم اس ديال الاتحاد الإفريقي لكورة القدم ما يعني على أنه لا يوجد أي شيء أي مبرر قانوني باش أن نظام حضرات الجزائر يحجز على الأقنصة ديال فريق نهادة سبركان ما يعني كذلك على أن نظام حضرات الجزائر هو اللي ورث رسوم مع الكاف الآن كيفاش غديدروا يخرجوا ريوسهم من هذه القضية الله أعلم نحن مازالنا نستنى وفي الغالب المباراة ما سيشتم في الغالب فريق نهادة سبركان سيرجع إلى المغرب ومن المفترض يعني حسب القوانية ديال الكاف وحسب ما عينته الكاف وحسب ما شاهدته الكاف وحسب ما وقفت عليه الكاف من المفترض أن يتم اعتبار الفريق المغربي هو الذي ينتصر بثلاث أهدف كتابيا طبيعة الحال لأن الفريق المغربي حاضر فريق نهادة سبركان حاضر احتجزها في المطاز لمدة عشر ساعات تقريبا الأمتعة صدرت من طرف نظام حضارات الجزائر إذن كل يتعقل هنا في المباراة نظام حضارات الجزائر إذن هم اللي يتعاقبوا لأن التصرفات يتبرهج والغباء راجية من عندهم هم اللي يتعقلوا أن الفريق لا يدخلش هم اللي يتعقلوا الأمتعة ديالهم هم اللي يتعقلوا الاجتماع التقني ديال الكاف مع الفريقين والبارح كان هناك أحد الاجتماعات في المطار واقتحموا الشرطة وتم الاعتداء على اللاعبين يعني كل هذه الأمور هي تورد نظام حضارات الجزائر مع الكاف وأنا أقول على أن هذه المسألة لا يجب أن تتوقف هنا بل يجب أن تذهب لأبعد من ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية ويتم مرة في الأمر إلى الفيفا لأن هذه المسألة تتقرر في كل مرة ويجب أن يمنع حضارات الجزائر من استقبال هذه المباراة دائما حينما في المستقبال تكون هناك شيء مباراة من هذا النوع تلعب في بلد آخر بلد محايد في بلد محايد أنه لا يمكن أن تكون هناك مباراة من حضارات الجزائر ونضيفه السعار هو والأمن والمخابرات والجيش والدباب الإلكتروني والأبواق الإعلامية والكراكيز كل شيء هايج كل شيء هايج بسبب الخريطة دين المغرب خريطة دين المغرب نوضط فيهم السعار والباراة رات كل مننا على هذه المسألة بشكل مفصل إذن كما ذكرنا فإن المسؤولين ديال فريق ناداس بركان رغم زالوا متشبتين بمواقفهم وهنا بطبيعة الحال مجددا نحيي المسؤولين ديال فريق ناداس بركان على أنهم تشبتوا بالقضية ديال خريطة المغرب ما تحيد ما تنزع ما تغطى ما تبدل القميس ما تشيحة من هذه الأمور يأما تجيب القميس كما هو تلعب خريطة المغرب في عقر ديال حضرات الجزائر يأما حضرات الجزائر تتعاقب والأمور واضحة وباينة وضوحة العيان وفقط للأعمار لما لا يرى هذا كامل من عرق للمباراة ومن يحتاج إلى اللاعبين ومن يحتاج إلى الأقمصة والأمتعة وما إلى ذلك من هذه الأمور إذا منتبعنا كرام في حين أنا نكنسينا والآن تخرج لنا معلومات جديدة من الموضوع من هذه القضية الفارق نادات بركان ما زلنا سننول مزيد من المعلومات سنرى هذا الأشياء مع التقني وما ستدار أو لا ستدار وفي الغالب الأحيان لا ستدار لأنه إذا لم يكن الأقمص لا يمكن أن يكون الأشياء مع التقني يدار فبالثاني في الغالب الفارق المغربي سترجع إلى المغرب والقف عليها أن تقوموا بواجبها بإنصاف الفارق المغربي واعتباره هو الفارق الفائز لأنه كان حاضر سافر وذهب وتنمى احتجازه والاعتداء عليه ومصدرس أمتعاته وبالتالي كل هذه الأمور اللاقانونية هي تورت نظام حضرات الجزائر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وطبيعة الحال هي ليست المرة الأولى أنا حسب ظني يجب أن يتم وضع ملف كامل متكامل فيه جميع هذه السقطات دي النظام حضرات الجزائر منذ الشان إلى الوداد إلى نهضة بركان كل هذه الأمور يتم جمعها في ملف واحد وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية وكذلك إلى الفيفا باش يتم المنع حضرات الجزائر من استقبال أي من هذه المباريات أو أي من التظاهرات الرياضية لأنهم دخلين العنصرية ومدخلين الاعتداء ومدخلين الحالة المرضية والهوس اللي عندهم من المغرب والتخلف العقلي والتفكيري اللي عندهم من كل شيء متعلق بالمغرب فبالتالي هاتشو لخصي يكون متابعنا الكرام فاحنا غاد نزيد نتابعوا الأمور وهذا نشوفوا آخر المسجد داتا شنوها ومعكم متابعنا الكرام دائما أولا بأول بكل التفاصيل ترجمة نانسي قنقر